بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني طلاب الصف الثاني عشر العلمي والصناعي بنكمل معاكم مناقشة مادة التكنولوجيا وفي هذه الحلقة ما رح نوخذ مادة جديدة رح نرجع للمادة القديمة اللي كنا حاكين عنها وخصوصا بعد توارد أنباء يعني أنباء خلال نحكي شبه أكيد إنه ما رح يكون هناك امتحان عملي فبالتالي السؤال الافتراضي إيش ندرس من المادة السابقة وإيش ما ندرس من المادة السابقة بالنسبة للفيديوهات المصورة إيش فيديوهات نركز عليها وإيش فيديوهات ما نركز عليها طبعا بدي أعيد الجملة المهمة جدا اللي دائما نحكيها في هيك حالات إنه حضف الامتحان العملي ولم تحدث المادة العملية يعني أنت صحيح ما بدك تيجي في يوم محدد يقعدوك قدام كمبيوتر يطلبوا منك تنفذ نشاط معين على هذا الحاسوب ولكن مضمون هذه الأنشطة محتويات هذه الأنشطة الموجودة في كتاب المكرر راح تكون مطلوبة معك في الامتحان الورقي على هيئة أسئلة إحنا من كلها بالعادة وحابد دائما بنكرر هذه الكلمة بسموها الأسئلة المهارية الأسئلة الأدائية لها كثير تسميات خلينا نقول الأسئلة في المادة النظرية على المادة العملية طبعا مش عن دم إذا أنت في الدروس السابقة طبقت الأنشطة العملية لأنه بمجرد أنك طبقت الأنشطة العملية بمجرد أنك اشتغلت على البرامج معناته أنت صار عندك حصيلة محترمة من المادة الأدائية المهارية لأنه ممكن أجيب لك سؤال أذكر خطوات إنشاء جدول بدل ما أنت تمسك دوسية أو تمسك كتاب وتحفظ الخطوات ما أنت طبقتها فبالتالي بمجرد أنك أنت طبقتها معناته بالنسبة إليك موضوع الخطوات سهل جدا وموضوع الخطوات صار بجيبتك يعني لو صغته بطريقتك الخاصة عادي في الشي مشكلة يعني مش شرط نصا وحرفا الإشي الموجود في الكتاب تيجي بتقول من قائمة إنشاء زي ما أنت بتطبق من قائمة إنشاء نختار الأمر تصميم جدول تظهر قائمة نضيف أسماء الحقول في هذا الجدول نضيف أنواع بيانات الحقول نضيف الوصف نحدد المفتاح الأساسي نحفظ الجدول زي ما أنت عملت بتجاوب في الامتحان فبالتالي مش عن أدم يا شباب إنه أنتوا طبقتوا مادة عملية سابقا ومش عن أدم إنكم أفنيتوا وقت وتدربتوا لأنه هذا الوقت اللي اتدربتوا ممكن في ليلة الامتحان الوزاري يغنيك عن أربع ساعات دراسة بس أنت بصير تستذكر إيش كنت تعمل وفي الامتحان بتجاوب إيش كنت تعمل مش شرط نصا وحرفا في الكتاب في النهاية أنا كمصحح بدي جواب صح ما بهمنيش كيف طريقة الجواب الصح تمام؟ طيب هاي موجود عندي القناة إنت أول ما تفتح القناة بيجي عندك هذا الشكل إحنا هذا الحكي كله ما بهمنا بخصوصا أنه في كثير موضع في القناة إحنا بهمنا نيجي على قوائم التشغيل في قوائم التشغيل موجود تكنولوجيا توجيه علمي وصناعة 2020-2021 اللي هذه القائمة أنا جمعت لكم فيها الفيديوهات اللي رح تلزمكم في هذه السنة الدراسية وخلينا نبدأ في الفيديوهات أول فيديو مقدمي مش مشكلة الآن هذا الفيديو مقدمي حول قواعد البيانات العلائقية جدا مهمة أنواع العلاقات وأنواع المفاتيح هذه مادة أصلا نظرية يعني فيش فيها نقاش التحليل مهمة جدا تحليل قواعد البيانات الجزئين مهمة جدا أنواع البيانات مهمة وبيجع عليها أسئلة إنشاء المفاتيح في الجداول في برنامج المايكروسوفت أكسس بما أننا حكينا في برنامج المايكروسوفت أكسس إنشاء الجداول تحديد المفاتيح الأسية والأجنبية يعني مش شرط أنك تحضر هذا الفيديو بحكم أنه أنت مطبق سابقا يعني مش شرط أنك الآن تطبق إذا بدك تحضر الفيديو علشان تتذكر تأخذ فكرة فيما لو أجاك أسئلة مهارية على كل إن أنا إذا ما حضرت هذا الفيديو الآن براجع معك سريعا إيش ممكن ينطلب معك إنشاء العلاقات في الجداول ممكن يجي من هذا الدرس أذكر خطوات إنشاء العلاقات في برنامج الأكسس إذا أنت ما حضرته بدها تبكي عندك فكرة ممكن مثلا يجيك سؤال الأيكوني اللي بتظهر الجداول في داخل العلاقات الأيكوني أو الأمر اللي بيخفي الجداول في داخل العلاقات برضو هذا ممكن يجيك مناقشة أسئلة الدرس الأول هاي مادة نظرية أكيد مطلوبة إن هذولا الصور الزرق اللي هن الاستعلامات بلغة الـ SQL هاي مادة نظرية ما إلها دخل في المادة العملية في عملية في الشيء عملية هاي مادة نظرية فأكيد هذولا جميع هن مطلوبات هذولا الزرق أكيد مطلوبات هذولا جميع هن إنشاء الاستعلامات هذي عبارة عن مادة عملية طبعا من هذي المادة العملية إنشاء استعلام التحديث اللي عند هون اللي هو مكتوب عليه 25 في القائمة هذي مادة عملية طب من هذي المادة العملية شو ممكن أنا ينطلب مني ممكن ينطلب مني خطوات إنشاء استعلام اللي هن الخطوات الرئيسية خطوات إنشاء استعلام إيش هي أيقونات لاستعلامات مثلا يعني شوية أمور فإذا أنت طبقتهم مش عن دم تمام موجود عنا هنا مناقشة أسئلة درس لاستعلامات ولغة SQL مادة نظرية أكيد هذا مهم مناقشة المادة النظرية المطلوبة من درس لاستعلامات ولغة SQL هذه زبدة كل إذا أنت ما حضرت جميع هذه الدروس اللي في اللون البني أو اللون الأحمر الغامق هذه تلخيص للمادة النظرية المطلوبة فبالتالي يعني خلينا أتفق هذول الدروس ما تحضرهن أنت متبع معي إنشاء استعلام الاختيار select من عند هذا الدرس لعند هذا الدرس ما تحضرهن هذا الدرس خلينا أفتحه بيغنيك عن أنك تحضرهن لأنه بناقش معك المادة ملاحظين بناقش معك المادة النظرية المطلوبة يعني بمجرد أنك أنت حضرت هذا الدرس بيغنيك عن هذا الدرس الآن النماذج النماذج هذه مواد عملية إذا أنت حضرتها بتستفيد من إيش؟ فيه سؤال مطلوبه مهم جداً اللي هو خطوات إنشاء النموذج مهم للغاية خطوات إنشاء النموذج فيه سؤال مهم جداً اللي هي خطوات إنشاء الأزرار مثلاً ممكن أنك تستفيد إذا حضرتها بتستفيد من الإيكونات إيش بتعني الإيكون التالية؟ فيه أنه هنا التقارير تعريف التقارير مطلوب مهام التقارير مطلوبة خطوات إنشاء التقارير مطلوبة ومهمة جداً 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 خطوات إنشاء التقرير برضو فيه في داخل التقرير فيه تعريف أجل السنة الماضية في خطوات إنشاء التقرير اللي هو التجميع ب Princeton برضو مهم جداً هذا التعريف وكان هكا بين الأسطر فيه كثير طلاب انصدموا برغم أنه واضح يعني واضح جداً هذا التعريف انصدموا من وجوده فيه أن هون مناقشة أسئلة الدرس النماذج وتقارير هذه مادة نظرية أسئلة الوحدة هذه مادة نظرية أكيد مهمة وباقي الدروس هذا الدرس مهم نظري نظري موجود عندنا هذا الدرس نظري هذا الدرس يعني لو ما حضرته ما فيه مشكلة عملي الآن وصلنا إحنا لعند هذا الدرس بعد هذا الدرس أنا رح أحول أسلوب الشرح لشرح المادة النظرية المطلوبة فبالتالي أنت تبع معي هاي موجود معانا الكتاب هاي الدرس الأول يعني هذولا أكيد مادة نظرية أكيد يعني مفيش عليها نقاش إنها ممكن تكون مطلوبة أو مش ممكن تكون مطلوبة هذولا الخصائص مادة نظرية فبالتالي عادي يعني هون مثلا بيئة أكسس تعريفات هذول تعريف النماذج والتقرير هاي موجودات هون اللي بدور عليهم في آخر الكتاب مطلوبات ومهمات هون المطلوب معانا الخطوات يعني مثلا هون خطوات إنشاء جدول مطلوبة هذه الصفحة صفحة نظرية وأنا ناقشتها سابقا في الدروس السابقة ملياني معلومات أنواع البيانات أنواع البيانات الرقمية تعريف الترقيم التلقاء هياة ولا ما تنصدمش هذا أجل في الانتحان هياة بين الأسطر موجود ومهم ممكن إنه ييجي خطوات إضافة مفتاح أساسي بدك تحفظهم خطوات إضافة مفتاح أساسي مركب خطوات إلغاء المفتاح الأساسي خطوات إنشاء العلاقات أو الروابط إما إنك بتحفظ الخطوات أو إنك بتطبقها على الكمبيوتر وبتشوف إيش أنت عملت خطوات فبالتالي خلص بتحفظها بطريقتك الخاصة بدنا نعرف إنه العلاقات موجودة في أدوات قاعدة البيانات بدنا نعرف إنه هاي الأيكوني معناها علاقات هذا ستاندرد مطلوب أجع عملي راح أملي مطلوب هذا ستاندرد هاي عنا خطوات بناء العلاقات هنا لإخفاء جدول من نفذة العلاقات ماذا نفعل خطوات إخفاء جدول من نفذة العلاقات طبعا هذا المادة الموجودة هون أنا شارحها في درس العلاقات اللي في بداية الدرس وفي درس التحليل هذا هو السؤال على التحليل أنا حاله في درس التحليل في بداية المساق التحليل مهم كثير أسئلة الدرس وأسئلة الوحدة أكيد دايما مهمات كثير هذه الفقرة مهمة كثير ومليانة أسئلة أنا شرحتها في الدرس التبع الـ SQL ودرس الـ SQL بما إنه مطلوب فبتالي ما في الشي لزوم نعيدها هنا أقسام لغة الـ SQL برضو مهمة هنا أنواع الاستعلامات اللي هن استعلام أذكر أنواع الاستعلامات اختيار تحديث حدف إلحاق برضو مهمات خطوات إنشاء استعلام طبعا موجود عندنا هذا الايكوني مطلوبة هذا الايكوني مطلوبة هذا الايكوني مطلوبة الايكوني 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 معالج الاستعال النماذج مطلوب معالج التقارير مطلوب ايكونية التقرير تقرير فارغ مطلوب انك تعرفين وتعرفين في اي قائمة او في اي تبويب خطوات انشاء الاستعلام والله يا صديقي اذا انت مثلا مستصعب من صياغة الكتاب في هذه الخطوات بامكانك انك انت تيجي تفتح البرنامج هاي بده افتح انا عندي قاعدة بينات بكنا نتدرب عليها سابقا وامشي معك في الخطوات ورجيت كيف انت بدك تمشي في الخطوات هاي فتح عندي البرنامج والله بده انشئ استعلام باجي بقول نذهب مش انت بتروح قائمة انشاء كيف بتعمل سوي نذهب للقائمة انشاء ومن القائمة انشاء نختار تصميم الاستعلام تظهر نافذة من هذه النافذة نختار الجداول التي سننشئ الاستعلام منها مثلا بدنا هذول الجدولين ثم نضغط على اضافة نختار الحقول هذه الحقول التي سنجري عليها الاستعلام من الجداول المحددة ثم اذا كان هناك معايير ونضيف معايير اذا كان هناك فرز نضيف الفرز ويخلف عليك يعني انا ما بديش اكثر من هيك هذه حكينا انه معناها اظهار الجدول في اظهار الحقل في جدول الاستعلام عدم طبعا هيك عدم اظهار وهيك اظهار هذا الحقل في الجدول الذي انشئ الاستعلام هاي الايكوني معناها تنفيذ الاستعلام هذه الايكوني استعلام الحاق استعلام تحديث استعلام حذف استعلام تحديد وهكذا يا شباب خطوات الاستعلام هاي العرض او شو اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هذه معناها عرض او شو او اظهار شايفينها اللي هي انه الجدول يظهر في الحقل يظهر في الجدول اللي بنشئ الاستعلام ولا ما بظهر هنا السورت اللي هي الفرز تصاعدي ولا الفرز تنازلي في صفحة 16 هون الفرق بين اورو اند مهم اظن انه اجا مرة في الضع دائرة هذا الايكوني معناها عرض التصميم دائما بكررها اصلا انا اللي هي شو معناها عرض التصميم عرض التصميم اللي تعديل على تصميم جدول تعديل على تصميم نموذج تعديل على تصميم استعلام تعديل على تصميم تكرير فايش تعديل على تصميم اللي هي طريقة عرض التصميم في سؤال اظن انه مرة اجا اللي هو مش عارفه في العلمي ولا في الادبي بس يعني سؤال عادي انه يجي كيف تنشئ استعلام في وضع التصميم تصميم استعلام كيف تنشئ نموذج في وضع التصميم تصميم نموذج كيف تنشئ جدول في وضع التصميم تصميم جدول ايش في وضع التصميم تصميم كذا تمام وهكذا التقرير جماعة كيف في الاستعلام بدي أظهر جملة الـ SQL لهذا الاستعلام هاي موجود عندي هون استعلام نضغط بالزر الفقر الأيمن على اسم الاستعلام ونختار طريقة عرض SQL بيظهر كود الـ SQL اللي خاص بهذا الاستعلام هذولا النقاط أنا أصلا جابتهم في الدروس اللي أنا حكيت لكم عنهن هاي هنا بناكشنا الـ SQL والـ SQL بالتفصيل الممل إحنا بناكشينه فبالتالي مش بحاجة إننا نرد نعيده خلصنا هيك الاستعلامات طبعا أحيانا شوفوا أحيانا ممكن تيجي هذه شايفينها هذه الصورة يجي يحكي لك إيش بتعني هذه الصورة أنت على وشك حذف 1 صف صفوف من الجدول المحدد إيش بتعني هذه الصورة أنت على وشك حذف 2 صف أنت على وشك حذف 0 صف الصور اللي زي هيكة ممكن إنه جيب لك إياها في الامتحان بحكم إنك طبقت عملي قبل يعني بحكم إنك قعدة فترة وعطيت المادة العملية فممكن إنه جيب لك إياها هذه الصورة ممكن مثلا جيب لك صور من الإيرورز اللي بتطعوها مش إيرورز يعني أخطاء أحيانا تظهر أخطاء اللي بتظهر دايما معك اللي مستحيل ما شفتهاش إنت ممكن يجيب لك صورة مثل هيك وكل لك إيش بتعني الصورة التالية هون الأسئلة الأسئلة مهمة كثير تمام يعني هذا السؤال للغاية مهم مع أهمية لغة الاستعلام البنيوي أقسام لغة الاستعلام البنيوي محنا عارفينها أقسامها بس أنا ليش بقوله مهم لإنه بين الأسطر مشان هيك أنا حكيت باستخدام برنامج أكسز ما بدنا إياها هذا الحك لإنه أكسز بس اللي بدنا إياه له هذا السؤال اللي هو SQL أكيد الSQL جاي عليها سؤال لو علامي الSQL أكيد جاي عليها سؤال في الامتحان الوزاري النماذج والتقارير تعريف النموذج أهمية النموذج مهمات تعريف التقرير أهمية التقرير مهمات أسعري في أسئلة الوحدي وعادي جان يعني أنا بتوقع أصلاً هنا جان في الامتحان خطوات إنشاء النموذج هاي موجود عندنا خطوات في الكتاب ما بدك تحفظ خطوات الكتاب بس يعني الخطوات بدك تبكى عارفين وحافظهن في أي طريقة بدك تحفظهن النموذج والتقرير لأن السنة الماضية في الكتاب ركزوا عن النموذج والتقرير طب يلا تعالوا نمشي على الخطوات تبعتنا مناش نحفظ خطوات الكتاب من تبويب إنشاء نختار معالج النماذج مثلاً طبعاً هنا بكل إطفية هذه مش مشكلة هاي مطفيها كمان مرة من تبويب إنشاء نختار معالج النماذج تظهر نافذة من هاي النافذة نختار الجداول التي سننشئ لها نموذج مثلاً اخترنا هذا الجدول ثم نختار الحقول التي ستظهر فيه النموذج من خلال تحديد الحقول الموجودة في الحقول المتوفرة ونقلها إلى الحقول المحددة ثم نضغط التالي نختار التخطيط الذي نريده للنموذج ثم نختار اسم للنموذج ثم إنها شو بدها يعني ما بدهاش ما بدهاش إشي أنت طبقهم في إيدك وبعدين صيغهم في الطريقة اللي بدك إيها ملاحظين نفس الحكي اللي عملنا ثم فنش وبظهر النموذج يمكن التعديل على تصميم النموذج غمض عينك وتتطلعش لأنه إحنا عارفين هس حكيناها من خلال النقر على اسم النموذج ثم اختيار عرض التصميم من خلال النقر على اسم النموذج ثم اختيار عرض التصميم من خيارات عرض في علامة تبويب الصفحة الرئيسية طبعا هي هاي عرض التصميم لها أكثر من مكان تظهر فيه يعني ممكن نيجي هون بالزر اليمين هاي طريقة عرض التصميم ممكن نموذج مفتوح من هون هاي طريقة عرض التصميم ممكن من هون من قائمة الشريط الرئيسي او القائمة الرئيسية في الزر هون هاي طريقة عرض التصميم ممكن في اسفل يسار الشاشة شايفين هاي الايكوني هون طريقة عرض التصميم فانت اي طريقة بتكتبها صح انا بتكتبلك عليها صح في اكثر من طريقة موجودة في البرنامج خطوات ادراج الازرار للنموذج بدنا نسويها على السريع علشان ما تقولوا ليش انه طريقة الكتاب صعبة من تبويب تصميم نختار زر ادراج زر او ايكونة ادراج زر تظهر قائمة معالج زر الامر نختار الفئة الفئة مثلا نخليها عمليات على السجلات خليها مثلا عمليات على التقرير ثم نختار الاجراء مثلا نخليها احنا معناش تقرير نماذج خليها فتح نموذج ثم نضغط التالي نختار النموذج مثلا ثم التالي التالي نضيف نص يظهر على الزر او نختار صورة يعني الزر يكون على شكل صورة إحنا بنا نختار نص ثم التالي ثم إنهاء هاي سوينا الزر انتصيغها بالطريقة اللي بدك إياها نراحظين هاي عنا تبويب معالج زر الأمر على فكرة بدي أرجع لتبويب معالج زر الأمر بدي أرجع له لإنه أظن مرة أجعله أسئلي هذا اسمه معالج زر الأمر عشان ما تقولوش إنه شو هاي معالج زر الأمر هاي هي معالج زر الأمر تمام الآن موجود عنا هنا فئات موجود عنا إجراءات لكل فئة فاهمين كيف يعني يعني مثلا بدنا نسوي إشي بخص النموذج منروح على فئة النماذج وهي الإجراءات اللي ممكن نسويها على النماذج الله بعينكم هاي الإجراءات حفظ يعني بدنا نحفظها يعني أنا لو جيت سألتني قبل سنة ونص بقولك لا تحفظهاش بس لأنه أظن مرة أجعلها سؤال فبقولك الله بعينك يحفظها تمام يعني مثلا التنكل بين السجلات بدنا نحفظهن أو نعرفهن مثلا بيجي سؤال أحد التالية أحد الإجراء التالي غير موجود في قائمة الفئات من تبويب أو من نافذة معالج زر الأمر وبجيب لك إغلاق نموذج فتح نموذج طباعة نموذج إنهاء تطبيق مثلا أنت بدك تختار فبدك تكون عارفهن في تطبيق موجود إجراءات الله بعينكم بدنا نحفظهن وهيبأكد عليهم مرة ثانية تمام هذه تكرار الخطوات السابقة تحديد الإسم المناسب كل هذا الحكي أنت ممكن تصيغطه بطريقتك الخاصة من الحكي اللي حكينا قبل موجود عنا هنا التقارير تكمن أهمية التقارير مهم جدا أهمية التقارير تعريف التقارير وين موجود في أول الكتاب قلت لكم هذا تعريف التقارير في أول الفيديو ارجعوا وشوفو في أول الكتاب موجود أهمية التقارير مهمة جدا بدنا نحفظها أنا لو واضع أسئلة بغير أحطوا سؤال سنين خطوات إنشاء تقرير طبعا خطوات إنشاء تقرير في أكثر من طريقة خلينا نختار طريقة الكتاب اللي هي من علامة تبويب إنشاء ثم نروح على معالج التقرير خلينا نطبقها قبل نروح على خطوات تقرير انتبهوا لهذه النقطة قبل نروح على التقرير فيه أنه لما نسوي نموذج بتظهر تبويبات فيه أن هذا التبويب تصميم في التبويب تصميم هذا الزر اسمها إدراج زر بدنا نحفظها إدراج تسمي بدنا نحفظها إدراج تسمي وإدراج زر وإدراج صورة في تبويب تصميم إدراج خلفية في تبويب تنسيق إدراج خلفية في تنسيق زر وتسمي وصورة وشعار وعنوان وتاريخ ووقت موجودات في زر تصميم انتبهنا برضو موجود عندنا هون إضافة حقول موجودة وورق الخصائص في تبويب تصميم هذول الثنتين ايش مهمتهم ادراج حقول للنموذج يعني مثلا انا بدي هذول الاربع حقول بدي اضيف كمان حقول عليهم من اضافة حقول موجودة وبعدين اظهار كافة الجداول او من ورق الخصائص ومن خلال ورق الخصائص برضو احنا بامكاننا اننا نضيف حقول زيادة لهذا النموذج منيجي الان على التقارير من انشاء من تبويب انشاء من قائمة انشاء نفس الاشي تبويب هي قائمة فكرة نختار معالج التقارير ثم تظهر نافذة معالج التقارير نختار الجدول التي سننشئ لها تقرير او الاستعلام الذي سننشئ له تقرير وهنا بيجي سؤال انه انا بسوي تقرير انتبه لانه هذه الاسئلة بتخربط الطلاب انا ممكن اسوي تقرير لاستعلام وممكن اسوي تقرير لجدول ممكن أسوي استعلام لاستعلام وممكن أسوي استعلام لجدول ممكن أسوي نموذج لاستعلام وممكن أسوي نموذج لجدول فبيجي بكل لك مصدر البيانات لاستعلام وين ممكن تكون يعني من وين بأخذ البيانات مصدر البيانات للنموذج مثلا أحد الثالث تعتبر مصدر بيانات للنموذج من وين النموذج بأخذ بياناته تمام الآن هاي اخترنا من الحقول المتوفرة حددنا حقول واخترناها في التالي إذا أردنا إضافة مستوى تجميع نختار مستوى التجميع المناسب وهذا السؤال أجى السنة الماضية أظن في الامتحان الوزاري مش أظن متأكد في عام 2019-2020 أجى عرف مستوية التجميع اللي هو جوابه موجود في صفحة 46 اللي هي مستوى التجميع هذا ليس السؤال اختياري أنك ممكن تضيف مستوى تجميع وممكن ما تضيفه بالتالي في سؤال مستوى التجميع إلزامي أنك تسوي مستوى تجميع ولا اختياري أنت كمبرمج لا أنك تضيف مستوى تجميع اختياري الآن تعرف مستوى التجميع هي عرض البيانات في مجموعات بناء على حقل أو حقول طبعا كيف هي فكرة مستوى التجميع فكرة مستوى التجميع أنه مثلا أنا موجود عندي بيانات موظفين موجود عندي أسماءهم مواقعهم رواتبهم فباجي أنا أبدأ أصنف كل مجموعة موظفين حسب المدينة اللي هم فيها فبختار مستوى التجميع المدينة فبضف لي موظفين نابلس لحال موظفين طول كريم لحال وضحة الفكرة كمل بعد الأذان تمام يا شباب طيب هذه خطوات إنشاء النموذج هاي بنكمل هون إحنا وصلنا عند مستوى التجميع بدنا نختار مستوى تجميع منختار ما بدنا نختار مستوى تجميع ما منختار بعدين نميجي عند ثم نختار التالي تظهر نافذة لعمل فرز في داخل بيانات التقرير شو يعني فرز يعني تصاعد ولا تنازل وهون أنا بدعم الفرز تصاعدي حسب جدول مثلا الميدس النيم نختار طبعا هذا الموضوع برضو اختياري نختار الحقل الذي سننشئ الفرز أو الترتيب بينيه عليه ثم نختار نوع الفرز إما التصاعد وإما التنازلي طبعا نصيغها بطريقتك يعني مش شرط كل الحكي اللي حكيته أنا بس يعني عشان تفهم الفكرة ثم التالي نختار الطريقة التي نريدها لتخطيط التقرير ثم نختار اسم التقرير ثم فنش أو إنهاء وخلص خلصنا تمام وإنتي في طريقتك الخاصة أو بتحفظ نقاط الكتاب بس يعني خطوات التقرير خطوات النموذج السنة الماضية في الكتاب ذكروهن بالاسم مشان هيك أنا مركز لكم عليهم مش معنى هيك إنه مثلا خطوات إنشاء جدول وخطوات علاقات وخطوات زر مش مهمات موجودات في الكتاب يعني مطلوبات إلا إذا صدر كتاب بقول إنهن مش مطلوبات أي إشي موجود في الكتاب مطلوب والتجارب علمتنا هيك يعني كنا سابقا شباب نيجي نشوف مثلا سؤال منطقيا مش يعني خلص المنطق بقول إنه ما بيجي سؤال مثلا طويل بس لما شفنا امتحانات التوجيه كل إشي موجود في الكتاب ممكن يجي السن الماضي في سؤال في الامتحان الأدبي أجه سؤال مكون من ست نقاط اللي هن خطوات طبعا ممكن هاي الوحدة تنطلب ممكن ما تنطلب اللي خطوات تحديد عنوان IP بشكل يدو على جهاز الحاسوب ست نقاط كثير منطلوب كانوا ست نقاط طوال لا أبي جينش أجينوا عليهم ست علامات فبالتالي فيش إشي في داخل ورقتين بين جلدتين الكتاب مش مطلوب إلا إذا أجه فيه كتاب رسمي وواضح وصريح تمام يا شباب يمكن التعديل على تصميم تقرير بدي أفشك عنها لأنه حكيتها كثير خطوات إضافة شعار أو صورة خلفية للتقرير هاي موجود عند التقرير بدي أضيف أول إشي شعار الشعار من تبويب تصميم نختار الأمر شعار ثم نختار الصورة التي نريد أن تكون شعار للتقرير كيف بدنا نضيف الشعار وصورة خلفية خطوات إضافة صورة خلفية من التبويب تنسيك من تبين دائما من التبويب بنقول تنسيك نختار الأمر صورة خلفية ثم نختار خلفية مناسبة للتقرير خلصنا هذه الخطوات أسئلة الدرس ما أهمية النماذج والتقرير هذا السؤال يعني بكلكم لو أنا وضع أسئلة رح أجيب لكم إياه بس طبعا أكيد البوضع الأسئلة في العادي سابقا كان أظن أستاذ جامعة حاليا أظن أنه موجه بس يعني هذا السؤال قوي كثير ما أقسام التقرير عند تصميمه سؤال سهل بس إحنا بجوز مش فهمين شو معنى أقسام التقرير عند تصميمه في برنامج Microsoft Access هذا اللي قصده فيه هاي جينا هون عبرنامج Microsoft Access وهي عندنا مثلا موجود تقرير هاي تقرير ما أقسام هذا التقرير عند تصميمه يعني لو جينا هيك يعملنا طريقة عرض التصميم هذا المقصود به اللي هي رأس التقرير رأس الصفحة تفصيل تديل الصفحة تديل التقرير هذا المقصود في هذا السؤال تمام يا جماعة هذا السؤال عملي ما بدنا إياه أكيد مشروع الوحدة هو عبارة عن مشروع عملي بس عنا هنا البند 13 بند نظري على كل أنه حال المشروع الوحدة موجود فيه القائمة دوروا عليه وحلوا هذا السؤال بس باقي الأمور هذه أمور عملية أسئلت الوحدة مهم للغاية وأنا حليتهم وناقشتهم وعفكرة هذا السؤال مهم كثير ركزوا عليه وشرحتوا في حين بديش أعيده بس ركزوا على قصة يصفر السنة سنويا معناته مفتاح مركب الأيكونات بشكل عام مهم هاي جايب لكم سؤال في الأيكونات ما دلالة العبارة التالية مهمة بالذات أنه في عنا الكوس المربع اللي بيعني المستخدم بدخل قيمة مهمة أي الآتية هو الأنسب كمفتاح أساسي هذا النمط من الأسئلة برضو مهم شباب سئلت الوحدة كلها مهمة الأنسب كمفتاح أساسي هذا النمط من الأسئلة مهم لأنه ممكن مثلا يجي كلك مثلا هون في جدول الطلاب لبناء قعدة بيانات استعارة الكتب فأنت لما تشوف كلمة استعارة الكتب معناته رقم الكتاب بس هنا الجدول إيش اسمه جدول الطلاب معناته الأنسب اللي هو رقم الطالب أحيانا مثلا جماعة بيجيب لكم ثلاث جداول مثلا وسؤال الجداول مهم ديروا بالكم حدد المفتاح الأساسي حدد المفتاح الأجنبي العلاقات مهم جدا هذا السؤال اللي من الفيديوهات الأولى اللي أنا كنت لكم ادرسوهن حدد الأساسي الأجنبي العلاقات سؤال التحليل اللي الغاية مهم بدنا ننتبه له الآن أحيانا بيجيب لك ثلاث جداول الجدول الأول جدول الطالب الجدول الثاني جدول المساق الجدول الثالث جدول التسجيل مركزين معاي الآن في جدول الطالب موجود رقم الطالب ورقم هوية الطالب في هذه الحالة ايش ممكن يكون مفتاح أساسي طب رقم الطالب ممكن يكون مفتاح أساسي ورقم هوية الطالب برضو بيحمل صفات المفتاح الأساسي ممكن يكون مفتاح أساسي الآن في حال وجود جداول باجي بتطلع على الجداول الأخرى أنوhe مفتاح فيهن أو أنوحكل فيهن استعملته كأجنبي عارفين كيف أنا أجنبي يعني جدول آخر فمثلا باجي الجدول الوسيط اللي هو مش كلنا طالب جدول مساقات جدول تسجيل ما جعل جدول التسجيل في جدول التسجيل موجود رقم الطالب كأجنبي ولا رقم هوية الطالب كأجنبي اللي اخترتها كأجنبي معناته هي اخترتها كأساسي مع العلم انه اثنين ممكن يكونين أساسي وهذا إذا مذكرين في الأول الثانوية علمي كنا نكون في حال وجود مفتاح آخر أو حقل آخر في الجدول يصلح انه يكون مفتاح أساسي بس أنا ما استعملته بنقول عنه مرشح يعني بصدح بس أنا ما استعملتهش أي من التالي هاد أجنسا الماضي أصلا لأكثر أهمية اللي بناكوا عدت البيانات أكيد هو الجداول وباقي الأمور أمور تجميلية السؤال الثاني مهم جدا جدا مع أهمية التطبيق طب ليش يعني أنا بقول مع أهمية التطبيق هذا السؤال مهم لأنه هذا السؤال مش موجود له حل في الكتاب عشان هيك مهم جدا 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 ملوش حل في الكتاب هذا السؤال هذا السؤال حلو من بره الكتاب فبالتالي كواضع أسئلة بجب أتطلق موجود في داخل الكتاب ملوش حل بما أنه موجود في داخل الكتاب معناته مطلوب حلية لكم هي على كلين أنا ما أهمية الجداول والاستعلامات والنماذج والتقارير شباب يعني شايفين هاي أسئلة الوحدة في صفحة 52 مستحيل ما يجيش منها سؤال على الكليلة مش مستحيل 95% لازم يجي منها لو سؤال واحد أو على نمطها فبالتالي لما تكون تبلش تدرسه أدرسوا هذه الصفحة وبعدين أدرسوا باقي الصفحات اتفقنا خلني يجي على الوحدة الثانية الوحدة الثانية طبعا هذا الدرس النظري أنا شارحه درجيكم وين شارحه علشان ما تقولوش إنته هنا هاي موجود عنا هنا في القوائم في داخل القائمة هاي نظام أندرويد نظام IOS هذولا دروس نظرية مقارنة بينهن الآن الدرس اللي بعده ما هو برنامج أب انفنتر وكيفية تنصيبه بدنا نحضره مكونات برنامج الأب انفنتر بدنا نحضره لأنه بدنا نتعرف على المكونات مهم كثير وهذا بدنا نحضره هذا لو حضرته فيه كثير معلومات بس المعلومات اللي فيه أنا بدي حاول أكررهم في الدروس القادمي علشان إنك ممكن ما تحضر هذا الدرس كونه درس عملي تمام إحنا أنا وصلت معاكم في هذا الدرس لعندما صورت الفيديوهات القادمي جميعها إن شاء الله رح أركز على المادة النظرية ما لم يصدر كتاب يكر إنه هناك امتحان عملي ساعتها بنرجع لاستراتيجية الشرح العادي إنك تحضر كل الفيديوهات الموجودة هاي موجود عنا هذولا يعني أصلا موضحات حالهن ممكن مثلا هون من الأمور اللي بتخربطك في نقل الملفات في الأي أو أس شوي بتخربط أو خلينا قبل نقل الملفات من الأسئلة اللي بتخربط الطلاب هنا اللي هي يقدم نظام أندرويد ميزات عديدة هذول الميزات اللي بيقدمها نظام أندرويد وفي سؤال موجود عنا هون ميزات بيدعمها نظام أندرويد في الهواتف الذكية هذا سؤال وهذاك سؤال وكل واحد فيه المختلف عن الثاني تمام هون كل نقطة فيه لها تعريفها بدنا نعرف تعريفها هذه يعني ما بدها توضيح موضحة حالها هذه ما بدها توضيح أبرز الأمثلة هذه مثلا لمعاينة الواقع الافتراضي إيش بيلزم طلاب بصفنه إيش بيلزم نظارة يعني عادي سؤال سهل بس أنا مرة شفت الطلاب خربطوا فيه مش عارف ليش نظارة الـ VR هنا المجسات يعني هذا سؤال ممكن يجي كل مجسه تعريفه هذا الفكرة ممكن أنها تيجي أظن أنه أجأ سؤال عليها في 2017 أظن قبل ثلاث سنين لأنه هذا الدرس كان في النسخ القديمي تعريف الواقع المعزز تطبيق أرازمة تطبيق الأرازمة مجاني شروط أن يشطل برنامج الأرازمة أن يكون نازل على الجوال أن يكون مفتوح الكاميرا بعدين أو خطوات عمله أنه البرنامج يعمل تحليل للصورة وبعدين بيضيف الافتراضي على الحقيقي أحضر الفيديو بتعرفه شيء عنه واقع معزز نظام الأندرويد تعريف مهم في موجود عندنا هنا سؤال أجأ برضه في سنين قبل لأنه هذا الدرس منكرر يوفر الـ iOS مزايا أمنية كثيرة وضح ذلك التوضيح اللي هو الفحص التام للتطبيقات قبل الموافقة على إضافتها للـ Apple Store التي تتحكم فيها الشركة بشكل قوي هون ميزات الأمان مطلوبات وتعريف كل ميزة مطلوب هون في نكل الملفات عادي إحفظهم بس ده كتميز أنه في ملفات لأنه iOS معروف أنه حساس الآيفون يعني فيش حدا بعيشها المعلومة الآن في قضية نكل الملفات ده كتميز نقطة أنه في بعض الطرق بتنكل ملفات من iOS لـ iOS بعض الطرق بتنكل ملفات من iOS لكمبيوتر بعض الطرق بتشترط استخدام كابل وبعض الطرق بدون استخدام كابل بس هذه النقطة اللي بتخربتكم هون الفرق بين الأصيلة والهاجينة تمام هذا الجدول للغاية مهم بدنا نحفظه هذول الصور بدنا نحفظهن ممكن يجيب لك في الضع دائرة أحد التالية هاجينة أحد التالية أصيلة فبالتالي بدنا بس نحفظهن أسئلة الدرس هنا يعني لو أنا وضع أسئلة بجيب واحدة منهن قارن بين نظام أندرويد و iOS أو قارن بين التطبيقات الهاجينة والأصيلة مهمات كثير ووصلنا لعند هون إحنا كملوا معنا في الفيديوهات والله يعطيكم ألف عافية